السلام عليكم إن شاء الله كامل تكونوا بخير وعلى خير تكون صحتكم لبس لبنات اليوم جيتكم بالفيديو المنتظر يعني عندكم بزاف وتوما تطلبوا مني نوعية الفرن اللي مؤخرا وليت نطيب فيه يعني يراكم تشوفوها في الفيديو والتوعي الاخيرة أنا صراحة يعني محبيتش ناظر عليه حتى نجربه حتى نطيب فيه نطيب يعني الحلويات والمملحات وكامل الأنواع هكذا باش كنتكلم عليه يعني نكون عارفة واش نهضر عليه يعني اليوم راح نوري لكم سلبياته إيجابياته نوعية تاعه وين مخدوم شحل السعر تاعه يعني كامل الأسئلة راح نجاوب عليها في هذا الفيديو إن شاء الله كما راكم تشوفو حبيباتي هذا هو نوعية اللي شريتها من دولاغ هاذ النوعية يعني كاين بزاف اللي عندهم هاذ نوعيات على الفرن يعني أنا سقسيت بزاف حلواجيات باش يعني روح تشريتو وصراحة يعني باش نكون معاكم صراحة ما كنت شمع ولا عليه أنا كنت حابة نشري نوعية إيكا لكن الحقني الوقت وكنت مضطرة أني نشري وفي هذا الفترة اللي كنت يعني لازم نشري أنا فوق ملقيتش كامل نوعية إيكا يعني كانوا مفقودين بزاف كانوا ما زالوا باش يدخلوا على بيها سقسيت بزاف يعني حبابتي الحلواجيات سقسيتهم على النوعية المليحة كامل نصحوني بهاذ النوعية يعني ما لي خدموا باتيسري عندهم هاذ نوعي يعني يخدموا فيها الجينواز يخدموا فيها الماكارون الكرواسون يعني يناجح مئة بالمئة أنا صراحة حسيت فيها الجينواز نجحت لي وخرجت ما شاء الله نعودوا نولو للفرن تعنا كما قلت لكم نوعية موديولار ماد إن إيطالي والكهرباء كما راكم تلاحظوا ترواسون كاتخوفا يعني أنا كي جيت نشريه قالوا لي يعني راهم يخدموه ذوكا كامل تخواسون كاتخوفا بكري يعني كان كاين تعدو سنفا مسح ذوكا كامل تسيبوه هكذايا وكي جيت نشريه لبنات يعني قالوا لي فيه نفس المميزات تع فرن إيكا كيما على بالكم إيكا كيف كيف يعني ماد إن إيطالي يعني هذه الحاجة كيف كيف يعني في الفرن إيكا والفرن هذا على بالكم يعني الصنع إيطالي كيف أش تكون يعني خدمة ما شاء الله اللي تحب تدير حاجة تعدوام حاجة تقعد لها سنين وسنين يعني تعرف وش تشري قلت لكم هذا الزوج أنواع كيف كيف يعني قالوا لي نفس المميزات كما راكم تشوفوا في زوج في هذا القفل تاع هو لي يشعل يعني راح تاع الوقت هو لي تشعلوا به والقفل الآخر هو تاع درجة الحرارة في حتى 300 درجة مئوية كما شفتم معايا يعني سخون ما شاء الله والقفل هذاك اللي في الوسط هو تاع لفابغ يعني مليح للكروة صوم مليح بزيف وصفات اللي تحتاجوا فيها البوخار هنا افتحت لكم شوفوا قلت لكم فيه كات بلاتو هذا الفرن جاي ستين على ربعين يعني كبير ما شاء الله يرفض لكم كات بلاتو يعني راح تطيبوا فيه حلويات على ضربة وحدة يعني كمية كبيرة هاي لك هذه هي القفلة اللي تشعل احنا راني عاود طفيتو تاع درجة مشي تاع درجة عفوا تاع الوقت هو لي تشعلوا بيها ودرجة الحرارة كما قلت لكم توصل حتى 300 درجة مئوية يعني كان طيبوا فيه الخبز ولا راح يجيكم ما شاء الله هنا طيبت فيه الخبز جاني فارغ ونطلع يعني ما شاء الله ما نحكي لكم مشاليه بالنسبة للطابلة تعو هاي لك انا كنت كومانديتها صراحة ما كنت حبها هكذا يا كنت حبها هذوك لي جوا فيهم كشغل واسمهم كشغل يزي تاجار هكذا يا مصح مفهمني ش يعني كي كومانديتو مفهمني ش اللي خدم لي هكذا يا حاجة سامبل بصح حاجة صوليد ما تخافوش منها يعني كنت حبها لو كان جافي هذوك لزي تاجار باش نحط فيهم سنيوات نحط فيهم بزاف حاجات مي معليش هكذا يعني عجبتني النوعية تعال الخدمة تاحا نروحوا لبنات يعني واش نقدرون طيبوه في هذاك الفرن لبنات يعني اول حاجة بيكون على بلكم باللي غتشعلوا هذاك الفرن تولي تمشي الفنتيلاتور يعني يكون تحبوا تخدموا وصفة وطيبوها بلا فنتيلاتور ما كشكيفة يعني ما تديروها واشف هذاك الفوق على بيها لبنات كيمة البقلاوة هنا شوف راني نوري لكم تري سيتي هايليك كيفاش جي هايليك أمامكم نعود ونقول لكم لو كانت تحبوه طيبو مثلا البقلاوة البقلاوة لبنات على بالكم كامل باللي ما كاش كيفاش طيب في الفرن فنتيلي على بيها ما كاش كيفاش طيبوها هنا يعني ما ما طيبوهاش ما طيبش في فرن هوائي هنا راني نوري لكم وين أنا نطيب البقلاوة يعني سبقت وشاركت معاكم بزاف روتينات وين طيب أنا البقلاوة نطيبها في هذا الفوق ثم ننطيب البقلاوة يعني هو صح فرن هوائي مسح تقدروا تحكموا فيها يعني نحب نواسي الفنتيلي ولا ما ما نشعلهاش يعني كما نحب أنا ماشي كما الفوق هذا مودولار يعني غير تشعلوا الفوق تحكم راح تتقلع المروحة يعني تخدم خدمتها ما كاش كيفا تحبسوها على هذيك يعني هذه النقطة لازم يكون على بالكم بيها أنا يعني ما حسيتش بالمشكلة هذا على خاطر عندي أريستون هو اللي نطيب فيها البقلاوة يعني تعود أني نطيب البقلاوة ثم نروحوا للوصفات اللي طيبته في هذا الفوق شوفوا طيبت كامل نبدو بالحلويات الجافة يعني طيبت الصابلي المعمول كيفاش يطيبونكم يطيبوا بزاف هيلين يا لبنات على خاطر درجة الحرارة تحكموا فيها تقدروا تديروها أقل درجة يعني 150 160 راح تطيب لكم حالة يعني الصابلي أنا نديرو 160 يطيب بزاف هايل مقرمش ميت تحرق ميت يبقى خضر يطيب غير في غرضه ويخرج بزاف هايل هذا بالنسبة للصابلي يعني خليت لكم مقاطع صورت أنا يا الحلويات اللي طيبت فيه خليت لكم مقاطع راح تشوفهم في آخر الفيديو قلت لكم بالنسبة للحلويات الجافة يطيب ما شاء الله طيبت أيضا الحلويات الأخرى طيبت ليرو روشي مقرط اللوز طيبت مخبز وش طيبت ثاني ديريات هذو كامل ثاني طيبتهم ما شاء الله يعني كيف كيف تعمروا سنيواتة وحكم وتحطوهم ويطيبوا لكم كامل روعة يعني ما تخافوش على خاطر ثاني كما قلت لكم تقدروا تحكموا في درجة الحرارة كما ليروشي كما للمقرط اللوز طيبتهم على 160 تقدروا تديروا حتى 150 يعني تنقصوا الفرن تحكم وتخلوهم يطيبوا وتعسوهم ثاني يعني يطيبوا ما شاء الله نروحوا الآن للمملاحات مملحات كيف كيف يعني فرحت بزاف بالنتيجة خصوصا العاجينة المورقة خدمت ليمونشو يعني درتهم طالبية طيبتهم هنا يا طابوا لي وحد القرماشة وحد الطبقات هكذا تشوفوهم ما شاء الله يعني فرق بين كي كنت طيبهم مقبل في الكويزينيا وكي ما طيبتهم هنا يا فرق كبير كبير بزاف يا لبنت اللي تعاني أنها يعني العاجينة المورقة تحها يعني تقعد لها خضرة ولا تنحرق لها هذا لا لا يعني شوفوا رح يطلعوا لكم طباقات ويجوكم قرمشين ويطيبوا لكم ما شاء الله هذه الحاجة اللي فرحتني يعني بالنسبة للعاجينة المورقة طيبها ما شاء الله الأنواع الأخرين كاين زعمال الخبز بيرجر ولا كاين حاجة لاحظتها مؤخرا يعني فكي رانين طيب فيها شوفوا هنا رانين طيب في الصابلي شوفوا كيفاش طيب ها وليك يا طيب كي ما قلت لكم روعة أهنا يا شوفوا العاجينة المورقة هاي لك تطلع ويعني كنت صورت في الانستغرام مقسم تحبة كامل تخلعوا في القرماشة وكامل يعني لحظوا التوراق يعني ماشي كما كان في الأول قلت لكم بنسبة للمخبوزات الأخرين لحظت بنلي الخبز كين دخلوا يا طيب يا طيب اللي من تحتها بصح من الفوق ما جينيش هذيك التحميرات اللي نحبها أنا يعني ناقص تحميرها من الفوق على بيها وليت يعني نطيبه هنا يا من بعد نروح نشعل الفوق الأخر حمرته من الفوق ما على باليش إلى يعني غليامات هذو ما يعني في الأول فقط من بعد يعود يولي يتسقم ولا هو في هذه المشكلة ذو كأنا يا كل ما نطيب في حاجة في الروتينات الجايين إن شاء الله راح نقولكم كل معلومات عليه هذه فقط يعني قلت لكم عليها بالنسبة للمخبوزات ولا مو ملاحات كيمال خبز بتاع البرجر ولا هذي النقطة لحطها فيه هنا راني نوريكم باللي طيبت فيه المعمول كيف كيف طاب لي ما شاء الله هاي ليك هذا وش يعني راني متفكرة وهذا وش شاركت معاكم يعني وش راني مطيبة فيه الآن لبنات نروحوا للسعر التاعو لبنات أنا شريته 18 مليون و 300 مليون يعني على بلكم صنع إيطالي دايما يجوغاليين والحجم التاعو كبير بنسبة لإيكا يعني يرا هم وصلين حتى العشرين مليون باش يكون على بلكم فقط يعني شوفوا الفرق بيناتهم هذا هو يعني فرق ما شي كبير بزاف والمميزة تقريبا كيف كيف هاكذا باش تحبوا تشروولا يكون عندكم فكرة على الأحسن فرن راهو يتمشى ذوكا في السوق وحاجة تعدوام كما قلت لكم يعني حاجة تقعد لكم يعني تخدموا بيها وتقعد لابس بيها هنا يا لبنات يعني نورم الموراني قلت كامل تفاصيل كين حاجة فقط لبنات أما يجوش فيهم سنيوات وأنا اللي شريته ما جاش في هذك القرياج يعني أنا شريتهم وحدهم بنسبة لسنيوات أنا شريت تاع أليمنيوم شريتهم ميتين وخمسين ألف الوحدة كين لأقل لكن نوعيات تكون شوية شوية مشي مليحة والمكان يا لبنات صراحة أنا كنت صورت لكم ودرت فيديو ودرت جولة عند اللي شريت من عنده من بعد صراح لي مشكل في التليفون تاعي يعني راح هذك الفيديو للأسف معلش لبنات أنا المهم راح نقول لكم وين شريته شريته عند حسناوي فوق هذا يعني عنده بزاف نقاط بيع ماشي غير في بلاسة وحدة أنا رحت عند وين جاي في دار البيضة يعني تاع دار البيضة رحت لي وشريت من عنده هذ الفوق يعني ورته لي ناليمان خوجة صاحبة قناة بنت زمان هي اللي تشري من عنده وكي يعني قلت لها وريلي وين يبيعوهم على خطر أنا ستهم غاليين في في الحاميز رحت عند هذا حسناوي فوق يعني حاجة مضمونة وما تخافوهاش يعني حاجة عدوام لبنات شوفوا إلا كنتم مهتمات خلولي في التعليقات راح نخلي لكم رقم الهاتف يفتعوا هكذا بش تتواصلوا معه إلاكم حابين نشروا يعني حاجة ولا فوق كما هذا أنا صراحة يعني يعجبني راني نخدم به وأي حاجة ولا راح نوريها لكم في الروتينات الجاية إن شاء الله يعني أي حاجة أي نصيحة ولا حاجة لاحظتها ولا راح نخليها لكم إن شاء الله ولا راح نديرها معاكم في الروتينات الجاية إن شاء الله لبنات يعني إن شاء الله ما نكون نسيت وعلو راني قلت لكم كامل تفاصيل على هذا الفوق ورأيي فيها بصراحة إن شاء الله يكون أعجبكم إن شاء الله تكونوا سفدتم من هذا الفيديو نتلقى في الفيديو القادم إن شاء الله